شوف أنا يعني تغريدة معالي الشيخ تركيا للشيخ معالي الوزير قبل فترة في موضوع أنه عادي نلعب في قطر والمهم سلامة لاعبين يعني زي ما تقول هي الآن اللي أرثت الموضوع للشارع الرياضي أنه ترى ما عندنا مشكلة في الموضوع سواء صدر القرار بأرض محايدة هذه قدر القرار بيومين ثلاثة أعتقد أي فالموضوع أصلا للشارع السعودي واضح أنه الموضوع عندنا طبيعي لكن أنا ما شفت اتحاد أضعف من هذا الاتحاد هذا السوي اتحاد ضعيف جدا ولا يستطيع أصلا مجابهة سواء حتى الأندية السعودية أو أي أندية أخرى أو الاتحادات ليش أنا أقول الاتحاد ضعيف؟ أول شيء اتحاد ضعيف من رئيسه لما نجي نشوف أنه المكتب التنفيذي وصلت له توصيات في اجتماعه الأخير وصلت له توصيات من لجنة المسابقات تقول أنه لا نطبق النظام اللي عندنا باللعب ذهب وإياب عايد أمر طبيعي سواء في قطر أو في السعودية المفترض في هذا الاجتماع يتم التصويت وانتهى الموضوع لماذا تشكل لجنة أنت كمكتب تنفيذي بقيادة نائب الرئيس وعلى مستوى رفيع ويذهبون لزيارة هذه الدول ومن ثم يرفعون توصياتهم بأنه نوصي بلعب المباريات ما بين الأندية السعودية والإماراتية وقطر على أرض محايدة ومن ثم تأتي بالتصويت أيضا على هذا القرار طيب لماذا تم تشكيل هذه اللجنة لماذا تجلب شركة بريطانية متخصصة ويصدر قرارها أو توصياتها بأن اللعب في أراضي محايدة وتأتي بعد ذلك وتصوت لهذا القرار إذن لماذا جلبت الشركة ودفعت مبالغ معينة ولماذا رفضت توصيات لجنة المسابقات منذ بدايتها أنا أشوف أنه الاتحاد غريب رئيس الاتحاد لماذا ينسحبنا التصويت إذا كان الموضوع لدولة خريجية مع دولة من شرق آسيا ينسحب إذا كان الموضوع للبحرين ينسحب لكن اليوم الموضوع إمارات والسعودية وقطر لماذا تنسحب المفترض أن يكون لك صوت في هذه القرارات المفترض أنت كرجل بحريني عارف الوضع أكثر من الناس في شرق آسيا وأكثر من المساوتين أنك تكون واضحة الأمور لك بطبيعتها وتفاصيلها لأنك أنت قبل ما تكون رئيس الاتحاد آسيوي أنت قريب من القادة السياسيين عارف الوضع بالكامل فيكون لابد أن يكون لك صوت في الموضوع يكون لك رأي في الموضوع يكون لك قرار في الموضوع أما أنك تنسحب فأنا أشوف أنه الاتحاد آسيوي ضعيف جدا وأنا أشوف أنه الاتحاد السعودي لجوء إلى الكاس سواء صدر القرار لصالح اللعب في أرض محايدة أو غير فالموضوع يعني بالنسبة لي أنه موضوع عادي طبيعي بس يلا سكرون أنه القرار غير قابل للإستئناف على اعتبار أنه لائحة لجنة المسابقات بالاتحاد الأسيوي تمنع أنه النادي يتجه أو أي قرار يتخذ من لجنة المسابقات أنه يروح لمحكمة الكاس هذا صحيح؟ القرار اليوم يتخذ من مكتب التنفيذي من اللجنة التنفيذية وصل الخطام من اللجنة التنفيذية واضح أنا أقصد هل يستطيع الاتحاد السعودي يروح لمحكمة الكاس ولا في بعض القرارات المحصنة قانونيا نعم يستطيع اللجوء إلى محكمة الكاس شكلياً لإختصاص الشكلي يوجد استئناف ومحكمة الكاس يعني ما فيه لو اتحاد الأسيوي كان حاط في قراراته ولا يجوز الذهاب لمحكمة الكاس اليوم عندنا هنا في الداخل السعودية لجنة الاحتراف مثلاً لجنة غير قضائية لجنة المسابقات لجنة غير قضائية أي قرار يصدر منها من حق أي نادي اللجوء إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي أمر طبيعي نفس القواعد المطبقة هي حتى لو حطت اتحاد السعودي حتى لو حطت شرط في القرار أن لا يجوز الذهاب إلى مركز التحكيم السعودي موجود موجود أصلاً في مثلاً جاوبني على سؤالي نعم موجود يعني حتى لو وضع الاتحاد السعودي على القرار أنه لا يجوز الذهاب إلى محكمة الكاس يقدر يروحون إلى محكمة الكاس لا يمشي كلامهم لأن محكمة الكاس هي الجهة العليا القضائية الرياضية في العالم فهي التي تفصل في النزاع أي نزاع الرياضي يعني اللي يقول أن الاتحاد الأسيوي لا يقدر يروح الاتحاد السعودي والإماراتي لا يقدر يروحون لقناة لا يقدر يروحون لمحكمة كاس هذا كلام فاضي اتحاد السعودي رح في في موضوع إيران أرجع مرة ثانية أطرح السؤال مرة ثانية نعم يستطيعون الذهاب إلى محكمة الكاس والاعتراض على قرار المكتب التنفيذي للاتحاد الأسيوي بإلغاء الملاعب المحايدة وفرض على الأندية السعودية والإماراتية الذهاب في قطر وأندية القطرية تأتي إلى السعودية هذا كلام غير صحيح يعني لا يستطيع أن يمنعهم من الذهاب إلى المحكمة غير صحيح